مرحبا أعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم بدنا نحكي عن منحة كتير ناس سألوني عن موضوع المنح اليوم يعني فيه شغلات شكله كتير ناس حابين تجي تدرس في كندا وهذا اشي ممتاز وكويس والكل عم بيحاول يحصل على منح عم بحاول أدور لكم على منح حكينا بالفترة عن منحة بتقدمها الحكومة الكندية لمدة سنتين الآن بدنا نحكي عن منحة ثانية مدتها تسع أشهر وكل شهر بعطوك 2500 دولار إلك بس مصروف شخصي فالمنحة جيدة للأشخاص اللي حابين يجوا يشوفوا الوضع في كندا ويحاولوا يعملوا شوية دراسات يقووا لغتهم الإنجليزية خليكم معنا فيه ناس كتير عم تسألني ليش مش عم بوصني الفيديوهات تبعتك كلها مختصر لأنه الشخص هذا مش عامل سبسكرايب للقناة ومش عامل تفعيل لجرس التنبيهات اللي حابب يوصلوا كل جديد من هاي القناة لازم يعمل سبسكرايب عندي حوالي تسعين بالمئة من اللي بيحضروا القناة مش عاملين سبسكرايب وأنا برحب الجميع أهلا وسهلا فيكم لكن لما انتو تعملوا سبسكرايب منو بعمل لي دعم ومنو انتو بوصلكوا كل اشي جديد أنا تقريبا كل يومين بعمل فيديو عن موضوع جديد عن الحياة في كندا فاذا حابين تستمروا وتشوفوا هذه القناة وتدعموني اعملوا سبسكرايب وتفعيل لجرس التنبيهات الآن راح تشوفوا على السكرين هون أنا هعملكوا ميرور للموبايل عشان اوارجيكوا شو الطريقة اللي تقدر تشتغل فيها على او وين هذي المنحة وبرضو بنفس الوقت انا هعملكوا هاطلكوا الرابط تبع المنحة تحت في الفيديو اه تحت الفيديو اه طيب ستارت ناو اه طيب اه وين المنحة اه سكرينشوت اه اه يس هذا الموقع تبع المنحة اه مختصر بحكينا انه هي ديزاين اسمها اه اه كروشيل انترنرشيب هذي مؤسسة موجودة في مونتريال بتعطي هاي المنح لطلاب الاجانب هكيلكوا الان كل الشروط المطلوبة سهلة جدا اه هي مفصلة للاشخاص اللي بحبوا يعملوا شغلات بالدزاين والهومانيتيريان اه يعني الفروع الانسانية او الاداب اه والاركيتكت والعمارة طيب اه هاي اهم شغلات انك يكون عندك ميول او شغف انك تتعلم بعض الشغلات هي عشان يعلمك بعض الشغلات في هذه المواضية اه معظمها مواضيع ادبية طبعا اه لكن برضو اي واحد بقدر يقدر يقدم لها اه دو 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 طيب عندهم هما ريسيرش بروغرامز هاي كلها ريسيرش بروغرامز بتساعدهم في عمل ابحاث لهم يعني بتجمع مثلا داتا بتعمل داتا انتري بتتعلم شغلات كثير بتعيش في مونتريال مدينة مونتريال اه اول شغلة لازم تنتبو لها وهاي يمكن مهمة جدا انه الابليكيشن ديدلاين فبراير يناير 28 2020 يعني باقي له اقل من شهرين احنا اليوم في يناير فاذا اخذرت هذا الفيديو بعد الفبراير انا بعتذر اه ممكن يكون عندهم شغلات ثانية شو الشروط اول واحد انه يكون young students عمره اه او مواليد بعد جانوري او واحد يناير الف وتسعمائة وتسعين اذا انت مواليد اقل من التسعين ما بتقدر تقدم فهم بدهم هم شباب يعني انت بتحكي عشرين سنة عمره مش مهمة جنسية يعني اي جنسية ممكن يقدم لهذه المنحة مش مهم مكان الاقامة اي واحد مقيم في اي دولة في العالم ممكن يقدم لهاي المنحة المنحة هاي بتعطي 2500 دولار بالشهر لمدة تسع اشهر لمدة تسع اشهر عشان تقدر تعيش في مونتريال يعني انت ما بتدفع اي مبالغ في السنة للمؤسسة هاي عشان تشتغل عندهم او تدرس هم بتعطيوك 2500 دولار كل شهر ممكن تكون اي تحتمالهم ممكن تدفع عليها تاكس 2500 يعني مبلغ مش كبير باعتمد تتواصل مع المؤسسة عشان تعرف في الموضوع الخطوصة اللغات اللي بتدرس فيها يا انجليزي يا فرنسي اذا لغتك عندك شوية انجليزية او شوية فرنسي بتقدر تقدر تقدر للمنحة مش طالبين منك شهادة لغة ولا طالبين منك أي شهادات بتقدر تقدم لها مرة واحدة ما بتقدر تعيدها ضلك قاعد في البلد شو اللي لازم الشغلة الأشياء تسويها زي ما حكينا بدك تعمل كوليكتنج لريسيرش داتا بدك تحاول إنك تساعدهم في التحضير لمعارض التحضير لمنشور لشغلات تعليمية برامج جمهور تواصل مع الآخرين وشغلات زي هيك يعني شغلات بسيطة يعني يمكن أد من جوب الأبليكيشن زي ما حكينا الأبليكيشن بتكون أونلاين في أونلاين هعطوا لكم الرابط تبعها راح تشوفو هون هاي الأونلاين هندخل عليه بالإنجليزي أو بالفرنسي ممكن لازم شو تقدم لازم تقدم ثلاث شغلات مهمة الشغل الأولى اللي هو critical analysis بدك تحاول تدخل على موقعهم وتدخل على الأبحاث اللي بيسووها وتعمل تحليل من منطقك يعني أنت شو بتشوف شغلات إيجابية أو سلبية في الموضوع اللي هم ماخدينه وتبعث اللي هم تحليل من 750 إلى ألف كلمة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بعدين لازم تبعث CV تبعك والشغل الثالثة اللي هي بدهم ناس reference يعني واحد إنت اشتغلت عنده أو مدرس عندك في المدرسة أو الجامعة درسك ممكن تحط له reference لازم يكون عنده معلومات مثل إيميل وتلفون لازم يتواصلوا معها ولازم يكون responsive يعني يقدر يجاوب ما واحد عنده إيميل وما بيفتحه منها الأسادسة أو المدرسين والشغل الثالثة لازم يكون يعرف طبعاً إنجليزة أو فرنسية لأنهم حيبعتوله بالإنجليزة أو الفرنسية الناس اللي بيختاروهم رح يبعتون لهم yes or no في نهاية أبريل 2020 ورح يعطوهم كل الوراق المطلوبة عشان اليميغريشن والفيزا عشان يدخلوا قانونياً لكندا في إيميل عندهم إذا بدكم تتواصلوا معهم هدول الناس اللي أخدوا طيب خلينا ندخل على الابليكيشن الابليكيشن سهل جداً أول شي بيسألك اسمك اسم العيلة والاسم النهاية تاريخ الميلاد الجنسية آخر شهادة حصلت عليها الجامعة اللي حصلت عليها من أعلى شهادة سنت التخرج الإيميل تبعك العنوان تبعك مكان السكن التلفون السكن تحط ممكن التلفون الجوال ما عندهم مشكلة كيف سمعت من هذا عن هذا البرنامج ممكن تحط عن قناتي ممكن تحط من أي مكان أنت ما عندك مشكلة الشغلات اللي لازم تضمنها أول واحدة حكينا السي فيي لازم تحط لها اتاشمنت أو تحميل والكريتكال اناليزز اللي هو زي ما حكينا اللي هو التحليل المنطقي تبعك أو النقد لأحد المواضيع اللي بيشتغل عليها و اللي انت حابب برضو تشتغل عليها العنوان تبعه الريفرن زي ما حكينا بيسألوا لك بيسألوا عن أسماء الناس البوزيشن شو وظيفته أيش المعهد أو الجامعة أو الكلية إيميل ورقم تلفونه وعنوانه اتنين بوزيشن مطلوبين اتنين هذا بعدين بتعمل سبمت للأبليكيشن وبقول لك احفظ رقم الأبليكيشن احتياطا عندك إن كيس بدهمية فموضوع سهل جدا يعني المنحة سهلة جدا 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 لا طالبين منك شهادات ولا طالبين منك لغة يعني بتيجي هون ممكن تحسن لغتك الإنجليزية جدا خلينا نرجع على الصفحة وورجيكوا شو عندهم ريسيرتش عشان تقدروا تدخل تدخلوا على الموقع الرئيسي تبعهم cca.qc.ca slash english وبعدين تحت recently published articles الشغلات اللي اللي عاملين عنها بابليكيشن أو مناشرينها هل يجب أن الإنسان يكون كتير يفكر في شغلات should we worry يعني موضوع جيد اللي هو stress relief والشغلات هاي what should we do if they want to be happy شو لازم نسوي عشان تصير سعداء يعني شغلات بسيطة وفي شغلات عندهم عن drawing close to nature هذا شكله architect اللي هو design يمكن is database a museum يعني ممكن تدخل على الشغلات القديمة تبعتهم تدخل تعمل شغلة critical analysis فالموضوع سهل جدا ما اتوقع انه اي واحد ممكن ما بده يعود له بس اربع خمس ساعات يجلس يسوي critical analysis يحاول يلاقي مدرس لغة انجليزية يصلح له ويعمل CV كويس ويلاقي له اتنين الشخصين يعملون مدرسه مساعده انسان يعرفه كويس مديره في الشغل وييجي موضوع سهل ان شاء الله بتقدروا انكم تقدموا له هاي المنحة وان شاء الله نشوفكم اي اشي بتكون مساء اسئلة ممكن تتواصلوا معهم دايريكت السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد